اشتركوا في القناة حيث شهدت الجلسة توافقا على اصدار بيان يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض مختلف اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها واكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية نائب عبد النبي سلمان على اهمية التعاون والتنسيق الذي ابدته المجالس التشراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدا ان ذلك يمثل امتدادا للروابط الاخوية المتينة بين الدول الخليجية مشيرا الى ان السلطة التشراعية في مملكة البحرين حريصة على روابط الاخوة والصداقة مع البرلمانات والمجالس التشراعية في مختلف الدول اشتركوا في القناة